استعرضت لجنة فتح المظاريف بمحافظة شبوة في اجتماع لها برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربوهشلة وحضور وكيل المحافظة أحمد الدغاري استعرضت العطاءات المقدمة لتنفيذ مشروع مبنى كلية الطب البشري بجامعة شبوة والذي سيتم تنفيذه بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وخلال الاجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة على همية المشروع الذي يعتبر النواة الأولى لمشروع المدينة الجامعية بالمحافظة داعين الجهة التي سيرسو عليها عطاء تنفيذ المشروع إلى الالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية أسرعة إنجازه خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك اشتركوا في القناة